مشاهدين ينضم إلينا من بير حسن جنوبي بيروت وزير الصحة اللبناني في رأس الأبيض سيد الوزير أهلا بك معنا بداية نريد أن نطلع على آخر تحديثاتكم فيما يخص حصيلة هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان عدد الإصابات وعدد الشهداء نحاية حصيلة يوم البارحة فقط وهو كان من أعنى في الأيام التي تمر على لبنان العدوان الإسرائيلي من حرب 2006 كان هناك 558 شهيد بينهم 50 طفل و94 امرأة عدد الجرحة كان 1835 جريح وشارك 54 مستشفى باستقبال الجرحة الناتجين عن اعتداءات أمس الجدير بالذكر كذلك أنه شهد أمس كذلك اعتداءات على الأطقم الطبية والإسعافية التي كانت تشارك بنقل الشهداء والجرحة فنحن سقط أربع شهداء من المسعفين من كشافة الرسالة سقط هناك كذلك 16 جريح في اعتداء على 14 آلية ما بين سيارة إسعاف أو سيارة إطفاء وكذلك استهدف العدو الإسرائيلي مركزين طبيين هن مركز عناتة الإسعافي وكذلك مركز السماعية وكذلك مستشفى بنت جبيل الحكومي الذي أصيب اليوم صباحا بأضرار مادية ولكن الحمد لله لم يسقط أي جرحة أو إصابة والجدير بالذكر أن الغالبية العظمى إذا ما بدنا نقول كل الإصابات تركزت في المدنية طيب سيد الوزير فيما يخص مساعدة والدفع للمستشفيات كان لكم اجتماع بالأمس مع سيد وزير المالية اللبناني ما هي القرارات التي خرجتم بها من أجل الدفع العاجل للمستشفيات حتى تكون قادرة على احتواء الأزمة نعم بالفعل كان لقاء كثير مهم واتفقنا مع معالي الوزير على الآلية لتسريع عملية الدفع وخاصة أن الأحداث لا تزال جارية الحرب على لبنان لا تزال دائرة ومهم أن هذه المستشفيات يجب أن تبقى جاهزة لاستقبال لا سمح الله إذا صار في جرحة في الاعتداءات الجديدة واليوم كان لي لقاء في نقابة المستشفيات مع النقيب ومع خاصة المستشفيات الجامعية وأطلعناهم على الآلية وكانوا جدا مرتحين مع هذه الآلية ونحن سنمشي فيها وإن شاء الله في الأسبوع القادم بيكون بلشنا تحويل هذه الدفعات إلى وزارة المالية لتحولها هي بدورة إلى المستشفيات الوضع الحالي داخل المستشفيات كيف يبدو طاقة الاستيعاب كيف تتعامل مع الجرحة والمصابين بهذه العدادة الكبيرة وهل هناك تسهيلات لتسهيل خروج المصابين للعلاج بالخارج يعني نحن حقيقة أنت بتعرفي أن المستشفيات خاصة المستشفيات اللي فيه أماكن أو المحل ما صارت لإعتداءات هي هلأ حاليا منهكة فيه مستشفيات صلة من الثلاثاء الماضي تقريبا تعمل من غير أي توقف فيه أطقم طبية أو جراحين يعني جلسوا في غرفة العمليات لحوالي 42 أو 72 ساعة ولزل نحن أجرينا الأسبوع الماضي فوق الألفين عملية لنتيجة الاعتداءات على أجهزة البيجر أو اللي سلكي وبالإضافة إجا مبارح كذلك يعني فوق الألف وثمانمائة جريح فلذلك نحن اللي عم نعمل نوعين من الإخلاء الغالبية العظمة نحن عم نعمل إخلاء من المستشفيات اللي على خط الدفاع الأول إلى بقية يعني الأراضي اللبنانية مثلا في الأماكن اللي ما فيها يعني ما فيها اعتداءات ولكن المستشفيات عندها قدرة استيعابية مثل مثلا في مناطق الشمال أو غيرها كذلك هناك صار حالات إخلاء كذلك منها حالات أخلية إلى سوريا أو إلى مثلا إيران وهذه كذلك ساعدت لأنه يعني حقيقة خففت الضغوط على هذه المستشفيات وعطت مجال لبعض هالأطقم يعني تلتقط استراحة محارب خلينا نقول قبل ما تستمر بتقديم خدماتها أو الإسعافات اللازمة للمواطنين طيب أصحاب الأمراض المزمنة الذين نزحوا من المناطق الجنوبية وحتى من البقاع المناطق المتضررة بشكل مباشر هل وضعتم لهم خطة كذلك الحوامل الذين على وشك الولادة مثلا صحيح كان هذا موضوع كتير مهم ونحن وزارة الصحة اشتغلت على خطتين خطة خاصة بالجرحة وهذه اللي نفذناها وشافة يعني نحن الأسبوع الماضي قدرنا نستقبل الأعداد الكبيرة واستوعبها النظام الطبي والصحي خاصة بالموضوع النازحين ونحن كنا يعني تعرفي من تجربة حرب الالفين وستة كذلك نحن عنا خبرة بموضوع النزوح وفي الالفين وستة صار فيه بين ستمائة وتمنمائة ألف نازح يعني في لبنان ولذلك نحن الخطة قائمة على أنه نستعمل خاصة المستشفيات في المناطق الآمنة أو الأكثر أمنا لحتى نحن يعني ونزيد الطاقة الاستيعابية إن بي مراكز غسيل الكلاء إن بي مراكز علاج السرطان إن بي مراكز التوليد وحاليا أنشأت وزارة الصحة خط ساخن الواحد سبعة ثمينة سبعة بالنسبة لكل النازحين عم بيصير فيه تواصل معنا وعم نحول الحالات بحسب مكان تواجدها بمركز الإيواء اللي هي موجودة فيه لأقرب المستشفيات لحتى تأمنهم هذه الخدمة حتى الآن ذكرت سيد الأبيض بأن التواقم الطبية والمستشفيات قادرة حتى اللحظة على استيعاب العداد الكبير من المرضى والمصابين سواء من سكان المناطق والنازحين في حال طالت أو طال أمد هذا العدوان هل عدلتم خطة طوارئ لتتلاءم مع الوضع يعني نحن برجع بقول خطة الطوارئ تاعتنا هي متكيفة مع الأوضاع ولكن بنفس الوقت نحن ما بدنا ننسى أنه لبنان يعني عم يجري عدة جهود كبيرة لحتى نحن الوضع لا يتفاقن يعني نحن وزير الخارجي اللبناني هو موجود هلأ في نيويورك دولة رئيس مجلس الوزراء كذلك توجه اليوم إلى نيويورك لأن هناك عدة اجتماعات عم بتصير خاصة بين الدول المعنية بالوضع في المنطقة وهناك تقريبا يعني حقيقة الجميع عم يعمل على حلول ديبلوماسية لهالنزاع لهالعدوان حقيقة يمكن الطرف الوحيد اللي ما بده حل ديبلوماسي واللي عم يتمادى في العدوان هو الطرف الإسرائيلي ولكن بين الجميع هناك إجماع حتى بين الأمريكي على أنه لازم نحن نتوجه لحلول ديبلوماسية ونحن نتأمل أن هذا الموضوع لأنه حقيقة يريح الطاقم الطبي والقطاع الصحي علما أنه نحن بجميع الأحوال يعني حاضرون للقيام بكل واجباتنا لا سمح الله بحال للأسف العدوان توسع على لبنان طيب هل هناك مساعدات طبية قبل أن نتحدث عن الشقة السياسي بما أنك وزير في الحكومة هل هناك مساعدات طبية تواقم طبية تصل إلى لبنان أو حديث حتى عن جسور جوية تساهم في تخفيف وطأة هذه الأزمة نحن حقيقة صار في تواصل من اليوم الأول من عدة من دول الجوار من معالي وزراء الصحة وكذلك صار في توجيه وبالفعل وصل إلى لبنان مساعدات كبيرة من يعني العراق كذلك وصل مساعدات من الأردن من مصر وهناك كذلك يعني نحن تواصلنا عبر وزارة الخارجية مع عدة بلاد كذلك شقيقة أو صديقة وهناك مساعدات كذلك في طريقها إلى لبنان من هذه الدول المنظمات الدولية كذلك عم بتقوم بواجباتها مثل منظمة الصحة العالمية مثل اليونيساف وغيرها لدعم القطاع ونحن عم نتعاون بموضوع يعني مراكز علاج الجرح الحرب مع منظمات المتخصصة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بما يتعلق يعني بها الجهوزية كل هذه الجهود الهدف منها طبعا أبقاء القطاع الصحي على درجة أكبر من الجهوزية تحسبا لأي طريق طيب بعيدا عن الوضع الصحي نغتنم فرصة وجودك معنا كوزير في الحكومة اللبنانية لودغيون يزور بيروت ما الهدف من هذه الزيارة وما هو الدور الفرنسي الذي يمكن أن يساهم في تخفيض هذا التصعيد ماذا سيفعل لودغيون في بيروت يعني هو الموضوع مش بس الطرف الفرنسي أنت بتعرف أنه عم بيصير في تواصل مع لبنان من عدة دول فرنسا هي إحدى هذه الدول كذلك في تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع كذلك دول شقيقة مثل مصر وغيرها والهدف الأساسي الذي يعمل عليه الجميع هو تخفيف مستوى التوتر والعمل نحو إيجاد حلول ديبلوماسية وهذا اللي حتى وزير الخارجية الأمريكي كان في المنطقة إذا تتذكري كان في زيارة للمنطقة الأسبوع الماضي صحيح وللأسف الشديد على وصوله يعني للأسف قام العدو الإسرائيلي بتفجير هذه أدوات الاتصالات ويعني كان حقيقة عم بعرقل هذه المهمة اللي إجا فيها وزير الخارجية ولذلك يعني برجع أقول الاتصالات اللي عم تجينا وما يقوم به الطرف اللبنان إن كان يعني لما كان في لبنان أو عبر المحادثات عالية المستوى اللي عم بتصير هلأ بنيويور كل الهدف الأساسي منها هي إيجاد حلول ديبلوماسية لأن لبنان ومن اليوم الأول رسالته للمجتمع الدولي واضحة لبنان لا يريد الحرب ونحن عم نطلب بوقف إطلاق نار من غزة إلى لبنان ونحن نعتبر أن هذا هو المدخل الصحيح للوصول إلى هذه الحلول الديبلوماسية لهذا العدوان اللي عم بيقوم في العدو الإسرائيلي سيدة فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني كنت معنا من بئر حسن جنوبية بيروت شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة